أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات في الدقاهلية تم إطلاق مبادرة جمصة جميلة بشبابها وده بمشاركة ألف شاب وفتاة أما في بنيسويف حصلت 18 مدرسة ورودة أطفال على شهادة اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم كمان في أسوان تم تنظيم تلات قوافل بيطرية مجانيا وفي الغربية تم اعتماد قرار التعاقد على 1753 معلم مساعد ضمن مصابقة 30 ألف معلم تفاصيل أكتر في سياق هذا التقرير أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات من بينها أن محافظة الدقاهلية دشنت مبادرة جمصة جميلة بشبابها بمشاركة أكتر من ألف شاب وفتاة من الكائنات الشبابية وأنديت التطوع وأنديت الفتاة والمرأة وفرقة الفنون الشعبية والجوالة والشباب بيدير شباب واللي بتهدف لتحسين الصورة البصرية ورفع المخالفات الصلبة من شوارع وميادين مدينة جمصة وزراعة الأشجار ودهان الأرصفة وتزين أكشاك الكهرباء والاتصالات والغاز بالرسومات الفنية ده بالإضافة لنشاط رياضي ترفيه ومعرض المشغولات اليدوية أعلنت محافظة بني سويف عن حصول 18 مدرسة وروضة أطفال على شهادة الاعتماد التربوي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وده في مختلف مراحل التعليم من رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي على مستوى إدارات التعليم بالمحافظة ليصل إجمالي عدد المؤسسات اللي تم اعتمادها من هيئة الجودة والاعتماد لتسعة وثلاثين مؤسسة من إجمالي أربع واربعين مؤسسة تعليمية ببني سويف تقدمت للاعتماد في العام الدراسي ألفين تلاتة وعشرين ألفين أربع وعشرين نظمت مديرية الطب البيطري في أسوان تلت قوافل علاجية مجانية ضمن الاحتفال بالعيد 72 للفلاح المصري اللي بيقام هذا العام تحت شعار عطاء رغم التحديات وفي ظل الاهتمام الكبير اللي بيولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم مختلف أوجه الدعم له اعتمدت محافظة الغربية قرار التعاقد مع 1753 معلم مساعد لرياض الأطفال ومعلم مساعد للصفوف الأولى ضمن مسابقة الثلاثين ألف معلم الدفعة الثانية وتظلمات الدفعة الأولى افتتحت محافظة كفر الشيخ معرض أهل المدارس بشارع مصنع الغزل مدينة كفر الشيخ لتوفير المستلزمات المدرسية والسلع الغزائية للطلاب وأسرهم بأسعار مخفضة تصل لـ 30% وده بالتعاون مع الغرف التجارية بكفر الشيخ بيستمر المعرض لمدة 30 يوم وبيضم 45 عارض للمستلزمات المدرسية بالإضافة لتسع عارضين للسلع الغزائية واللحوم في البحيرة أعلنت مدارية التربية والتعليم عن حاجتها لمعلمين للعمل بالحصة في معظم المدارس بدائرة المحافظة استعدادا للعام الدراسي الجديد وبتشمل جميع خريجي كليات التربية بجميع تخصصتها وأيضا خريجي الكليات الأخرى الحاصلين على دبلوم عام في التربية على أن يتم التوجه لأقرب مدرسة لمحل سكنه لتسجيل بياناته وتخصصه والمادة اللي هيقوم بتدرسها وهيتم صرف مقابل أجر لحصة بصفة شهرية بقيمة 50 جنيه للحصة وده وفق قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن في ضميات أعلنت إدارة القوافل العلاجية بمدرية الصحة إطلاق قافلة طبية بمركز الزرقى خلال يومين ضمن خطة شهر سبتمبر الجاري تضمنت عشر عيادات بإجمال 8 تخصصات طبية وتردد على القافلة 883 مواطن وتم توقيع الكشف الطبي عليهم بالمجان شهدت محافظة الشرقية انطلاق معرض كتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة وده ضمن برامج وزارة الثقافة وأيضاً في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بيستمر المعرض حتى 13 سبتمبر الحالي داخل مقر قصر ثقافة الزأزي اشتركوا في القناة